اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من تطبيق دور التعليم برنامج اندزاين نكمل وياكم التطبيق العمل الخاص بانشاء مجلة وطبعا راح نصمم الصفحة 6 و 7 بعد ما صممنا الافتتاحية والصفحة 5 و 4 بالمحاضرة السابقة راح نجي نصمم الصفحة 6 و 7 نجي بالاندزاين بعد الصفحة 4 و 5 نجي الى هذا المكان بالصفحة 6 و 7 نضيف الصور طبعا هذه هي الصور نحددها كلها ونسحبها الى الاندزاين ونخليها بهذه المنطقة طبعا راح نرسم هذه الصور بشكل عشوائي ورح نجي نقسم هذه الصور بشكل مرتب طيب هذه الصورة راح تكون في هذه المنطقة وممكن ان نكبرها بهذا المقدار هذه الصورة راح تكون بنفس مقدار الصورة السابقة ونقلل من العرض بهذا الشكل هذه الصورة راح تكون بهذا المكان ولكن بحجم صغير مثلا بهذا الحجم جيد راح نضيف شكل هذا الشكل راح يكون اسفل هذه الصورة وبهذا الحجم ورح نبطي لون طبعا نستنسخ هذا اللون الازرق نستنسخه ونضغط دبل اكليك علي ورح نصنع لون البرتقالي اللي هو راح يكون هذا اللون ممتاز وايضا راح يكون التعبئة نون اللي هو بدون تعبئة جيد جدا راح نضيف هذه الصورة بهذه المنطقة طبعا نصغر حجم الصورة ممكن تصغر بعد اكثر ونصغر حجمها راح تكون بهذه المنطقة طبعا ممكن تصغر اكثر بعد جيد واهنانا ممكن يكون بهذا الشكل وهذه الصورة راح تكون في هذه المنطقة طبعا ممكن نصغرها وطبعا هذه الصورة ممكن ترتفع وطبعا هذه الصورتين ممكن نزلهم بالشفت نحددهم وننزلهم الى الاسفل جيد هذه الصورة راح نخليها في هذه المنطقة ممتاز الخطوة التالية راح نضيف خلفية بلون برونز طبعا نستنسخ هذا اللون اللي هو اللون البرتقالي الغامق ودبل كليك عليه ونختار اللون اللي هو البرونز طبعا هذا اللون ممكن ان يكون اغمق ممتاز او ممكن يفتح قليلا جيد طبعا لا ننسى انه نلغي المخطط التفصيلي ورح نضيف شكل هذا الشكل يكون مكمل للنص راح ننطي نفس اللون اللي هو البرونز وبدون مخطط تفصيلي ورح يكون بمحاذات الشكل البرتقالي وكذلك بمحاذات الصورة ممتاز جدا راح نضيف العنوان بهذا المكان ورح نكتب الاستخدام المفرط للانترنت يصيب الاطفال ب طبعا نكبر حجم الخط ونستخدم الفونت اللي هو جي اي است نكبر حجم الفونت ممكن يكون مثلا 17 أو ممكن يكون 16 ونكتب نقص الحنان نكبر حجم الخط الى مثلا 48 ونختار الفونت اللي هو جي اي است ورح ننطي اللون اللي هو اللون الازرق هذا اللون نكبر حجم الخط الى مثلا 60 ممتاز جدا طبعا ممكن هذا الخط ينزل او الفونت ينزل الى الاسفل فقط انه رح نرسم خط هنا بهذا الشكل وطبعا هذا الخط هو بس مجرد تجميلي لا اكثر طبعا نحدد هذه الاجزاء كلها وننزلها الى الاسفل تمام جدا نضيف كتلة هذه الكتلة رح تكون بهذا الشكل ورح ننطيها لون رصاصي طبعا نستنسخ احد الالوان هذا اللون ونضغط على double click حتى نكون من عدة اللون الرصاصي طبعا نصفر كل الالوان ونقرب هذا الجزء الاخير لblack مثلا 50 ممتاز جدا بعدها نضيف كتلة هذه الكتلة كتلة كتلة كتابة رح نضيفها بهذه المنطقة مثلا بهذا الشكل وطبعا رح نضيف كتابة مثلا نجي هذه الكتابة ctrl c باعتبار ان المجلة هي مجلة افتراضية وطبعا هذه الكتابة رح نخليها باعمدة عمودين ممتاز جدا طبعا الافضل نضغط على w جيد 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 جدا جيد يبدو انه القياس بالملم بنفس قياس الهامش معداء المساحة اليسارية ممتاز طبعا رح نعمل warp لهذه الصورة مع هذا الشكل رح نعمله warp انسياب للنص طبعا نجي الى text warp ونزيد من المساحة فقط انه نختار both right and left مثلا نجي الى الصورة نزيد من مساحة النص ممتاز نجي الى هذه الصورة ايضا رح نعمل لها warp ونزيد من مساحة الممتاز جدا الان نجي نحدد هذه الصفحة نجي الى beige ونحدد هذه الصفحة طبعا فقط هذه الصفحة ونجي الى layout ونختار margin and columns ورح نخلي عدد ال column اثنين ومن ثم اوكي نلاحظ انه هذه الصفحة رح تكون من عموديا جيد جدا طبعا مثل ما لاحظنا انه الناس رح يكون بداخل المربع حتى نتخلص من هذا المربع نحدده ونروح على layers نفتح القائمة layers طبعا بعد ما نحدد هذا الطبقة رح نلاحظ انه البرنامج رح يطينا تنبيه هنانا باللون الازرق نضغط click على القفل بحيث انه النص ما رح يتأثر نهائيا بالطبقة طبعا نضيف كتلة نص ونكتب عنوان طبيعة الاطفال طبعا نغير الفونت الى مثلا 30 او ممكن 48 ونغير الفونت الى gest ممكن نقلل من الفونت جيد اللون رح يكون ابيض او ممكن يكون سمائي جيد جيد جدا طبعا اسود وممكن ان يكون ابيض الستروك ممتاز جدا رح نضيف كتلة نص طبعا هنانا هذه الكتلة ورح ناخذ كوبي من هذا النص ونضيفه بهذه المنطقة نخلي لون النص ابيض ممتاز نستنسخ النص مع كتلة الكتابة ونضيفها بهذا المكان نغير العنوان هل هم جائعون طبعا نصغر من العنوان ممتاز طبعا هذا النص رح يكون تكملة للنص بالاسفل بهذا الشكل ورح نضيف عنوان اخير الحركة الزائدة طبعا رح نضيف نص وهذا النص رح يكون بهذا المقدار ممتاز اذا اضغط على المفتاح W وتخلص من Layers لاحظ انه التصميم انيق جدا وجميل نستكمل معاكم هذه المجلة في المحاضرات القادمة نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر